منذ اليوم الأول للعدوان الصهوني كانت المقاومة الفلسطينية في غزة واضحة في طرحها إزاء قضية الأسرى فلا سبيل لتحريرهم إلا بصفقة للتبادل ينال بمجيبها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال حريتهم وبعد نحو خمسين يوما من العدوان ومجازر الاحتلال ضد المدنيين دون تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي على الأرض رضخت حكومة ناتنياهو وعقدت صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية تتضمن هدنة مؤقتة لأربعة أيام صفقة تكشف عن قدر غير قليل من البؤس السياسي والعسكري الذي يعانيه قادة الاحتلال الذين أعلنوا في بداية الحرب أهدافا أثبت الواقع استحالة تحقيقها اتفاق الهدنة يأتي وسط إخفاكا صيوني في كسب معركة الرأي العام دوليا إذ تزداد وطيرة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في مختلف دول العالم بل إن ذلك التأييد امتد ليشمل بعض الحكومات الغربية مثل حكومتي بلجيكا وإسبانيا وأن الإدارة الأمريكية التي تمثل الداعم الأكبر للعدوان على غزة باتت تواجه تصاعدا للأصوات المعارضة لهذا الدعم في الكونجرس حتى بين صفوف الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن إسرائيليا فإن الانقسام السياسي في تل أبيب بشأن الحرب مثل عاملا إضافيا للدفع باتجاه عقد اتفاق الهدنة وصفقة التبادل فضلا عن أن نجاح الاتفاق الحالي يؤكد للرأي العام داخل كيان الاحتلال إخفاق المسار العسكري والاستخباري في استعادة المحتجزين في غزة مقابل نجاح مسار التفاوض في هذا الصدد ويعزز أيضا من قناعة مجمل الأطراف الدولية بأن الطريق الأقصر والأكثر أمنا هو إيقاف العدوان على غزة والدخول في مفاوضات صفقة تبادل شاملة وإنهاء الحرب من هنا يؤكد محللون أن المؤشرات والمواقف الدولية والإقليمية والشعبية تظهر أن تصاعد الضغط على الاحتلال لإيقاف العدوان على غزة قد يوفر فرصة لتحويل الهدنة المؤقتة إلى هدنة دائمة